أحبائي الطلاب أصعد الله أوقاتكم بكل خير مع درس جديد من دروس اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الابتدائي درسنا اليوم بعنوان العدد والمعدود دعونا نستمع إلى الحوار الذي دار بين نور ومحمد هيا بنا نور ماذا تفعل يا صديقي وماذا تحمل في يديك إنها أقلام وإني أعدها واحد اثنين ثلاثة توقف توقف ولماذا تعدها بهذه الطريقة يا محمد وهل هناك طريقة أخرى لعدها نعم يمكنك عدها باللغة العربية الفصحى تقول قلم واحد قلمان اثنان ثلاثة أقلام ولكن لاستخدام العدد يا صديقي قواعد علينا الالتزام بها وما هي تلك القواعد دعونا نتابع الدرس لكي نتمكن من التعرف إليها واستخدامها بشكلها الصحيح هيا بنا انظروا أحباء إلى هذه اللوحة إنها الأعداد من واحد حتى عشر هيا نقرأها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر بداية أحبائي يجب أن نتعلم ما معنى كلمة العدد العدد هو اسم يدل على مقدار المعدود ويكون مذكراً أو مؤنثاً ويأتي بعده اسم معدود ليميز العدد إذن العدد هو اسم يدل على مقدار المعدود نبدأ أولاً حديثنا بالأعداد المفردة ما تعرف العدد المفرد؟ أحبائي نسمي العدد المكون من جزء واحد عدداً مفرداً ما هي الأعداد المفردة؟ هي الأعداد من واحد حتى عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة هذه كلها أعداد مفردة سوف نبدأ بالعددين واحد واثنان جاء رجل واحد جاء رجلان اثنان جاءت فتاة واحدة جاءت فتاتان اثنتان في الجملة الأولى أين المعدود؟ المعدود رجل أين العدد؟ العدد واحد إذن كلمة رجل هي المعدود وكلمة واحد هي العدد أيضاً في المثال الآخر جاءت فتاة واحدة فتاة هي المعدود وواحدة هي العدد يا ترى هل جاء العدد العدد مطابق لمعدوده هنا؟ رأينا يا أحبائي عندما قلنا جاء رجل واحد العدد واحد مذكر والمعدود رجل أيضاً مذكر وأيضاً عندما قلنا فتاة واحدة المعدود فتاة مؤنث والعدد واحدة مؤنث إذن نستنتج العددان واحد واثنان يوافقان معدودهما في التذكير والتأنيس أحسنتم ننتقل الآن إلى الحديث عن الأعداد من ثلاثة حتى تسعة جاء ثلاثة رجال جاء سبعة طلاب جاءت خمس فتيات جاءت تسع نساء كلمة ثلاثة وكلمة سبعة هي مؤنثة أحسنتم وكلمة بينما كلمة رجال وكلمة طلاب هي مذكرة إذن هنا العدد خالف معدوده أحسنتم كلمة خمس وكلمة تسع هي مذكرة وهي العدد أحسنتم أما المعدود فتيات ونساء فهي مؤنثة أيضا هنا خالف العدد معدوده جيد إذن أحبائي نستنتج الأعداد من ثلاثة حتى تسعة تخالف معدودها في التذكير والتأنيس أحسنتم أما العدد عشرة هل هو يخالف أم يوافق؟ هيا بنا إلى الأمثلة لكي نستنتج ذلك عشرة رجال عشر نساء أحبائي أحبائي إذا جاء المعدود مذكرا جاءت العشرة مؤنثة هنا جاء المعدود مذكر والعدد مؤنث إذن إذا جاء المعدود مذكرا جاءت العشرة مؤنثة وإذا كان المعدود مؤنثا جاءت العشرة مذكرا أحسنتم نستنتج أن العدد عشرة يخالف معدوده نعم خلاصة درسنا العدد هو اسم يدل على مقدار المعدود ويكون مذكرا أو مؤنثا ويأتي بعده اسم معدود الأعداد المفردة من واحد إلى عشرة العددان واحد واثنان يوافقان معدودهما في التذكير والتأنيث الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف معدودها في التذكير والتأنيث العدد عشرة يخالف معدوده هذا هو درسنا لليوم هل أعجبكم؟ إذن ننتقل إلى حل التدريبات في دفتر التلميذ السؤال الأول أقرأ الجمل الآتية مشيرا إلى العدد إنك تحتاج إلى مسير ثلاث ساعات كي تصل أين العدد في الجملة؟ ثلاث أحسنتم مجرة الأيام واحد اثنان وخمسة أيام وأنا أنتظر أين العدد في الجملة؟ واحد أحسنتم أيضا؟ اثنان أيضا؟ خمسة أحسنتم وبعد عشرين يوما جاءت الزيارة أين العدد في الجملة؟ عشرين أحسنتم السؤال الثاني أضع العدد في المكان المناسب من الفراغات مما يأتي واحد سبعة أربعة ثلاثون الشهر ثلاثون يوما أحسنتم وأربعة أسابيع جيد والأسبوع سبعة أيام أحسنتم أنتم مميزون مميزون جيد فلو تطوع كل واحد منا بيوم واحد من عمله من أجل تحسين المدينة لصارت جنة من الجنان أحسنتم أكتب سطرين عن مجموعة التي أعملوا معها في حصة اللغة العربية موظفا ألفاظ العدد من يعطيني جمال؟ نعم نحن سبع مجموعات بالصف وكل مجموعة تتألف من أربعة طلاب نقوم بعمل مشروع عن فوائد السكر أحسنتم أقرأ معبرا عن الإنفعال الذي تتطلبه الكلمات الملونة ما أجمل فكرك يا رامز ما أجمل أتت بمعنى ما أحلى إياك أن تذهب إياك أتت بمعنى إحذار أحسنتم أصوق جملتين وفق الجملتين السابقتين من يعطيني جملة على نمط الجمل السابقة؟ ما أحلى رسمك؟ يا أحمد أحسنتم إياك أن تلعب أحسنتم انتهى درسنا شكرا لحسن استماعكم